بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بالرائعين والرائعات من أبناء وابنات الصف الخامس الابتداء قسم التحفيظ أسعد بلقياكم وأستمتع بهذه الدقاق التي أقضيها معكم وأعود وأنا في شوق كبير إليكم في درس جديد من دروس معدة التجويد وإلى موضوعنا لهذا اليوم موضوعنا لهذا اليوم هو عن الميم المشددة الميم المشددة أتوقع بعد نهاية الدرس أن أعرف معنى الميم المشددة وأتوقع بعد نهاية الدرس أن أغنى الميم المشددة بطريقة صحيحة أثناء النطق أتوقع بعد نهاية الدرس أن أعطي أمثلة للميم المشددة أتوقع بعد نهاية الدرس أن أستخرج الميم المشددة من الآيات هذه بعض أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها وكعادتنا دائما دائما نسأل عن الدرس السابق الذي أخذناه فما موضوع درسنا الذي أخذناه الأسبوع الماضي عن أي شيء تحدثنا في الدرس الماضي هل تتذكرون؟ هل تتذكرون درسنا الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي؟ رائع أحسنتم كان عن موضوع مشابه ولكن مع حرف آخر كان درسنا عن النون المشددة كان درسنا عن النون المشددة وعرفنا أنه إذا جاءت النون المشددة فإننا ماذا نفعل بها؟ ماذا نفعل بالنون المشددة؟ أحسنتم نغنها بمقدار كم حركة؟ بارك الله فيكم إذن نغنها بمقدار حركتين نغنها بمقدار حركتين وتسمى حرف ماذا تسمى؟ رائع حرف غنة مشدد حرف غنة مشددا إذن هذه هي النون المشددة التي تعرفنا عليها وعرفنا أن النون المشددة تأتي في في أي شيء إن تأتي النون المشددة هل تأتي في الحروف أم الأسماء أم الأفعال؟ ما رأيكم أنتم؟ جميل أحسنتم إذن عرفنا أن النون المشددة تأتي في الأسماء مثل كلمة الجنة مثل كلمة الجنة إذن مع التشديد ننطقها هكذا الجنة والأفعال مثل تذكروا أحسنتم مبارك الله فيكم إذن كلمة جنة أيضا والحروف مثل مثل ماذا؟ أحسنتم إذن الحروف مثل إن إذن هذا ما تعرفنا عليه في الدرس الماضي وبعد أن راجعنا الدرس السابق نبدأ بموضوع درسنا اليوم الذي عنوانه ماذا؟ رائع أحسنتم قد ذكرناه في بداية الدرس موضوعنا هو الميم المشددة الميم المشددة وتعالوا إلى هذا التمهيد انظروا هنا ماذا تشاهدون هنا وماذا تشاهدون هنا هذه ميم وهذه ميم إذن كلاهما حرف ميم ما الفرق بين الحرفين؟ كلاهما حرف ميم ولكن الميم الأولى ما بها؟ ساكنة والنون الثانية مشددة والنون الثانية مشددة إذن كلاهما حرف ميم ولكن الميم الأولى ساكنة والنون الثانية مشددة تعالوا لنتعرف على المراد بالميم المشددة المراد بالميم المشددة الميم المشددة هي ميمان الأولى ساكنة والأخرى متحركة فأدغمت الميم الأولى في الثانية وأصلها إم فأدغمت الميم الأولى الساكنة في الميم الثانية المتحركة فصارت إم تعالوا لنتعرف عليها أكثر فمثلا لو أن هذه ميم مشددة بالفتح هي عبارة عن ميم وميم الميم الأولى ساكنة والميم الثانية متحركة بأي حركة تأخذ هذه الحركة وهي الفتحة التي مع الشدة إذن تأخذوا الحركة الثانية التي مع الشدة تعالوا لكي ننطقها نطقا صحيحا الميم الساكنة الميم المفتوحة ما نربط بينهما ما ما أعيدها الميم الساكنة الميم المفتوحة ما نربط بينهما ما لو كانت بالضمة ما والثانية مضمومة ما 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 وهكذا إذن الميم المشددة هي عبارة عن ميمين الأولى ساكنة عبارة عن ميمين الأولى ساكنة والأخرى متحركة فأدغمت الميم الأولى في الثانية كيفية النطق بالميم المشددة كيفية النطق بالميم المشددة كما نطقنا النون المشددة وتعرفنا على ذلك في الدرس الماضي هي أيضا تنطق بنفس الطريقة إذن تنطق الميم المشددة تنطق الميم مشددة مع غنة ظاهرة بمقدار حركتين تنطق الميم مشددة مع غنة ظاهرة بمقدار حركتين ومع الأمثلة سيتضح النطق بالميم المشددة هذه هي الأمثلة الأمثلة ترد الميم المشددة في الأسماء والأفعال والحروف كما في الأمثلة الآتية هنا سيضرب لنا مثالا على الميم المشددة في الأسماء هنا سيضرب مثالا على الميم المشددة في الأفعال هنا سيضرب مثالا على الميم المشددة في الحروف سأقرأ المثال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْقُبَرَى مَاذَا لَحَظْتُمْ فِي هَذِهِ الْمِيمِ مَاذَا لَحَظْتُمْ لَحَظْتُمْ أَنَا أَعْطَيْنَا هَمَاذَا الغُنَّةُ في هذا المثال جاءت الميم مشددة في الإسم هذا هو الإسم كلمة الطَّامَّةُ فكان حكمها إظهار الغُنَّةُ بمقدار حركتين إذن نقول نقول ماذا الطَّامَّةُ إذن هكذا نعطيها الغُنَّةُ تعالوا لنتعرف على الميم المشددة في الفعل قال الله تعالى دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ في هذا المثال جاءت الميم مشددة في الفعل هذا هو الفعل فعل ماضي هذا فعل دَمَّرَ فكان حكمها إظهار الغُنَّةُ بمقدار حركتين إذن ثبت لنا أن الميم المشددة تأتي مع الأسماء وتأتي مع الأفعال أما هنا مع الحروف قال الله تعالى ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ لاحظتم؟ ثُمَّ في هذا المثال جاءت الميم مشددة في الحرف ثُمَّ فكان حكمها إظهار الغُنَّةُ بمقدار حركتين إذن ننتبه وندقق النظر في المصحف إذا رأينا الشد فوق الميم وقبل ذلك في الدرس الماضي عرفنا أننا إذا رأينا الشد فوق النون فإننا نعطيها حقها من الغُنَّة وتغن بمقدار كم حركة أحسنتم بمقدار حركتين عرفنا أن النون المشددة تأتي في الأسماء والأفعال والحروف وأيضاً الميم المشددة تأتي في ماذا؟ أحسنتم في الأسماء والأفعال والحروف قال الجمزري رحمه الله تعالى وَغُنَّ مِيمًا ثُمَّنُونًا شُدِّدَ وَسَمِّ كُلًّا حَرْفَ غُنَّةٍ بَدَ هذه الشواهد تساعد في ضبط أحكام التجويد تساعد في ضبط أحكام التجويد فاحرصوا على حفظها وتطبيقها تعالوا إلى نشاط رقم 1 لنقوم بحله استخرج الميم المشددة كما في الجدول الآتي هذه آيات هذه الآية الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة كل آية من هذه الآيات هي أو تشتمل على ميم مشددة نريد أن نعرف أين موضع هذه الميم المشددة وما حكم هذه الميم المشددة والسبب في ذلك تألوا في الآية الأولى قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لترونها عين اليقين وهنا قال الله عز وجل ويتم هنا قال الله عز وجل ويتم نعمته عليك ويتم لاحظتم هنا في المثال الأخير أمتكم أمة واحدة سأترككم للحظات لتحاولوا أن تجيبوا عن موضع الميم المشددة والحكم والسبب سأحل الأول ثم أترككم للحظات لاحظتم كلمة أو حرف ثم هذا هو موضع الميم المشددة ما حكم هذه الميم المشددة؟ ما حكم هذه الميم المشددة؟ أحسنتم بارك الله فيكم إذن تغن بمقدار حركتين إظهار الغنة بمقدار حركتين لماذا نظهر الغنة أو لماذا تغن بمقدار حركتين؟ لماذا أحسنتم بارك الله فيكم هذه الميم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ميمين أحسنتم بارك الله فيكم فأدغمت الأولى في الثانية ولذلك تغن بمقدار حركته إذن الميم المشدد عبارة عن ميمين الأولى الساكنة والثانية متحركة فأدخلت الأولى في الثانية قوموا الآن أنتم بحل البقية ثم سأعود إليكم ترجمة نانسي قنقر حركتين والسبب هو ذات السبب ولكن يبقى الاستخراج إذن المثال الثاني كما تشاهدون قول الله عز وجل ويتم ويتم إذن نعطيها نظهر الغنة بمقدار حركتين دائما هنا دائما الجواب هنا واحد هنا وهنا الجواب واحد إذن هذه ويتم أما المثال الثالث فقول الله عز وجل أمتكم أمتكم إذن الميم المشددة هنا تغن بمقدار حركتين لإدغام الميم الأولى في الثانية هنا في هذا النشاط نريد أن نصنف صنف الأمثلة الآتية حسب نوع الكلمة كما في الجدول الآتي إذن نحن الآن مع النشاط رقم أثنين والمطلوب تصنيف هذه الأمثلة لبعضها أتت الميم المشددة في الإسم وبعضها أتت في الفعل وبعضها أتت في الحرف أول الكلمات ثم هذا اسم أو فعل أو حرف أحسنتم هذا حرف إذن هذا حرف أمة أمة هذا ما تصنيفه اسم أو فعل أو حرف أحسنتم إذن هو اسم هذا ومما ومما أحسنتم إذن في الحروف هنا سماكم سماكم أحسنتم مبارك الله فيكم إذن هذا الفعل هنا حملة حملة هذا ماذا؟ أيضا فعل إذن فعل هنا سم هذا ما نوعه؟ أحسنتم إذن اسم اسم هنا فدمرناهم هذا من أي الأنواع؟ رائع إذن هو في الفعل هنا اليم وإذا وصلناها نقول اليم إذن هذا في الإسم هذا في الإسم أحسنتم وبرك الله فيكم تعالوا لننتقل الآن إلى التطبيق العملي هذا يطلب منكم أن تطبقوا أمام معلميكم و لكي يصحه لكم الخطاء أو من هو متقن في مثل هذه الأحكام إذن التطبيق على التطبيق على كلمات مفردة يقرأ كل واحد من الطلاب الكلمات الآتية مطبقا حكم الميم المشددة محمد همت كم إذن كل هذه مطبق فيها الميم المشددة مطبق فيها الميم المشددة الآن أيضا هذا من التطبيق التطبيق على الآيات يقرأ الطلاب الآيات الآتية مطبقين حكم الميم المشددة تطبيقا صحيحا ريد تطبيق الميم المشددة تطبيقا صحيحا تقرؤونها أمام معلميكم وأمام من هو متقن لمثل هذه الأحكام الخلاصة إذا جاءت الميم المشددة فإننا نغنها بمقدار حركتين وتسمى حرف غنة مشددة تأتي الميم المشددة في الأسماء والأفعال والحروف تعالوا لنجيب عن أسئلة التقويم ما تعريف الميم المشددة أول سؤال في التقويم ما تعريف الميم المشددة سأترككم للحظات حتى تجيبوا عن هذا السؤال هل عرفتم الإجابة؟ هو قريب من تعريف النون المشددة أحسنتم مبارك الله فيكم إذن الميم المشددة هي ميمان الأولى ساكنة والأخرى متحركة فأدغمت الميم الأولى في الثانية إذن ميمان الأولى ساكنة والأخرى متحركة فأدغمت الميم الأولى في الثانية هذا هو السؤال الثاني تعالوا لنقرأ السؤال الثاني املأ الفراغات بالكلمات المناسبة تنطق الميم مشددة مع غنة ظاهرة بمقدار كم حركة؟ هل تعرفون؟ كم حركة تغن الميم المشددة؟ أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم إذن بمقدار حركتين وتسمى حرف ماذا؟ ماذا تسمى الميم المشددة؟ أحسنتم بارك الله فيكم تسمى حرف غنة مشددة وتأتي الميم المشددة في الأسماء مثل ماذا؟ الميم المشددة تأتي في الأسماء مثل ماذا؟ أحسنتم مبارك الله فيكم مثل بغن والحروف مثل أحسنتم ثم وكذلك تأتي في أي شيء في الأفعال والأفعال مثل فدمرناهم فدمرناهم نختم بهذا السؤال استخرج استخرج الميم المشددة من الآيات الآتية قال الله تعالى محمد رسول الله أين الميم المشددة هنا؟ أحسنتم انظروا إليها هنا هذه هي الميم المشددة سبارك الله فيكم إذن محمد وهنا أيضا قال الله تعالى وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا أين الميم المشددة؟ رائع هَمَّتْ وأيضا وَهَمَّ إذن هنا الميم المشددة هنا وهنا في نفس الآية أيضا قال الله تعالى فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّ هنا أيضا هذه هي الميم المشددة هذه هي الميم المشددة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس شكرا لإصغائكم شكرا لمتابعتكم شكرا لأدبكم وذوقكم وإلى لقائنا آخر وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته